كنا بنتكلم قبل الفاصل على الزميل علاء أو عادل الحمادي الإعلامي الإماراتي هنكمل بقى اللي يعني أنت ما تيجي تتامل كرة مصرية يعني حتى يا أخي إزاي يعني؟ إزاي يضل؟ يعني هل أنا من حق أن أنا أعلق على يعني حاجة تخص الاتحاد الإماراتي أو أي اتحاد شقيق إفريقي أو عربي غير لا يعني ما شفتهاش لكن هو يبدو أن يفهم الكلام بتاع الفيفا بطريقة برضو كما أراد أن يصورها البعض في مصر أيوة لأنه ما أنا بقول لكم الناس الكلام كله مبني على الداخل أنت هنا بتروج لحاجات لما يتقال أن الدور المصري بهذا الضعف أنه يتحط جنب الدور الصومالي والجيبوتي والسوداني لي يا سيدي أصله عشان الآلي واخد الدوري كل هذه السنوات وما فيش تداول للبطولة كده سيبنا من فكرة هو الفيفا قال ولا ما قالش وقال إيه بالزبط لكن أنا سمعت كمان رأي إعلامي مصري في قناة رسمية في قناة الدولة يعني هذه الإساءة للمسابقة المصرية مش بس صدر المساري بس أنت راد الفيفا حيرود على الاتنين أه طبعا لما تلاقي قناة النين للرياضة القناة الرسمية للدولة المصرية قناة الرياضية الرسمية في تلفزيون الدولة يتقال فيها هذا الكلام في التقليل من شأن وقيمة المسابقة المصرية بهذا الشكل اللي هنسمعه لمجرد أن الأهل المتفوق وكلام كله مغلوط نسمعه الأول وبعد كده نشوف للأسف إحنا التصنفنا أو الدولة المصري صنفة بأنه هو الأضعف والأسوأ في دورات العالم ومعه الجيبوتي ومعه رواندا ومعه السودان لكن التقرير معاييره على المنافسة أنه لازم يكون فيه تداول للبطولة شاف أن المنافسة في الدولة المصري منافسة ضعيفة منافسة في اتجاه نادي واحد منافسة ما فيش حد بنفسه دايما تنتهي البطولات عند نادي واحد فعشان كده صنفوا من أضعف وأسوأ الدوريات في العالم هو والجيبوتي طبعا شكلها وحش قوي هل هذا السبب الوحيد ولا فيه أسباب تاني؟ فيه أسباب تاني كتير على شكل المنافسة على شكل التوقفات على شكل حتى تصنفاتك حتى بطولتك الأفريقية برضو يمكن بتعلي من كافة الكرة المصرية لكن في النهاية ما بترفعش من قيمة الدور المصر ففيه حاجات كتيرة أن دوري غير سابت دوري غير منتظم دوري محدش عارف بدايته من نهايته الجدول بتعامل يوم بيوم عارف حضرتك عامل اليومية بيشتغل يوم بيوم ففيه حاجات كتيرة معايير وضعها للتحاد الدولي لتقييم الدوريات في العالم فطلق الدور المصري من الأضعف والأسوأ لأنه في اتجاه واحد طيب أنا عايز أسألك أنت عشان بس يعني نلتزم بالموضوعية الشديدة توقش وجات نظر أي يعني هو كرر تقريباً اللي قاله أستاذ عادل حمادي بس أضاف عليه بعد اعتبراته أخرى عدم انتظام الجدول وعدم انتظام الجدول ما احنا كلنا ضده وكلنا عارفين أسبابه لكن وكلنا قلنا إنه ليس قاصر عننا دي الأهلي يعني دي مش هو الأهلي المستفيد منه ووضحنا كلام يعني هنرد عليه بنفس الرد اللي قلناه لأستاذ عادل حمادي لأن الخط واحد وضح التواصل يعني أنا عايز بقى أعرف إيه اللي قاله الفيفا خل الناس قالت الكلام ده طيب هو أنا المفترض بابني كلام على تقرير ولا على رغبة أنت عايز تبص للمسابقة المصرية أن هي ضعيفة عشان أنت متداي أن الأهلي بيكسبها فتنسب للفيفا أنه عمل وسوى وقال وعاد وزاد وعدم انتظام المسابقة يعني هي عدم انتظام المسابقة المسابقة وقفت في كورونا كل دوريات العالم وقفت في كورونا والفيفا ما قالش الكلم ده خالص هنشوف بالتفصيل للفيفا قاليه لكن قبل ما نشوف الفيفا على نفس المنطق للأستاذ عادل الحمادي أو للزميل عبد الشافي صادق مش دي المسابقة المصرية في الستاشر سنة اللي مدايقاكم ما أنتوا استنادتوا على ستاشر سنة ستاشر سنة يا أستاذ عادل يا كابتن عبد الشافي في الستاشر سنة المسابقة المصرية اللي أنتوا بتقللوا من كيمتها أفرزت منتخب من المسابقة المحلية فاز بكاس الأمم ست مرات كان سامينه متخب المحلي وكابتن حسن شحاتة في 2006 و2008 و2010 بنتاج الدور المصر الضعيف يا كابتن عادل الاتحاد الأفريقي عمل ورشة عمل عشان يجيب مدربين القرى وبالمناسبة كم منهم بيتسو موسيماني عشان يتدرسوا التجربة المصرية إيه المسابقة المصرية اللي أفرزت منتخب لعبته تتفوق على سامويل إيتو وديديد رجبة وكل عظماء الكرة الأفريقية المحترفين في أوروبا دي المسابقة المصرية بالمناسبة اللي أنتو بتقارنوها بالصومال وجيبوتي مع كل الاحترام بس أنتو جبتوا ده منين ده على المنتخب والنادي الأهلي على مستوى المنتخب ده إفرازه والمنتخب يروح كاس العالم في روسيا من التجربة المصرية المحلية لكن حتى وإنتو شايفين المسابقة ضعيفة بسبب أن الأهلي بيكسبها طب هي أفريقية ضعيفة لما الأهلي في 16 سنة يلعب فينال دوري أبطال القارة عشر مرات يكسب سبعة منهم هو كده الدوري لمصر ضعيف وأفريقيا كمان ضعيفة طب إيه رأيك يا أستاذ عادل أسيا أسيا قرتك الجميلة ما أنت جدش فريق عمل اللي الأهلي عملوا في كأس العالم للأندية الأهلي ابن المسابقة المحلية المصرية الضعيفة والهزيلة في وجهة نظرك لم يحدث لفريق أفريقي أو أسياوي راح كأس العالم للأندية خمس مرات ولا يوجد فريق أفريقي أو أسياوي بخلاف الأهلي يفوز بالمركز التالت في بطولة العالم مرتين بطولة العالم ضعيفة برضو ودور أبطال أفريقيا ضعيف وكأس الأمم الأفريقية اللي منتخب مصر من نتيجة المسابقة المحلية الضعيفة يكسبها تلت مرات ضعيفة علشان الأهلي متفوق المسابقة المصرية الضعيفة يا أستاذ عادل أفرز اللاعب نافس على أفضل لعب في العالم محمد صلاح ابن الدور المصري محمد صلاح نبغى وبزغى وظهر من خلال الدور المصري وخرج لأوروبا وينافس وهو فخر العرب على أحسن لعب في العالم هو ابن هذه المسابقة زي النني وزي وردة وزي كوكة وزي حجازة زي الكتير من نجوم الكرة المصرية أبناء هذا الدوري الهزيل والضعيف في وجهة نظرك وافرزت منتخب اللهم بحيلعب في توكيو الله يا أستاذ إبراهيم طب أنا هجيب له من الآخر بقى هكلمه بمنطقه شوية هو الأستاذ عبدالشافي الدوري ضعيف وكرة ضعيفة طب الزمالك ما هو كسب الكونفدرالية سنة اللي قبل فاتت وبيرامد لعب فينال كونفدرالية وأهلي وزي مالك لعبه فينال أفريقيا والأهلي كسب أفريقيا وثالث أنديت العالم والسنة دي بيرامد ماشي والأهلي ماشي طيب إزاي الحال لو زي مالك خادت دوري مش بتقولوا زي مالك هو الأخرب إلى الدوري هتبقى المصابقة قوية ولا ضعيفة دا سؤال ساعتها دا ما تلعب لكده وكز دا إيه هي دايما أضعف بطولة هي البطولة التي يفوز بها الأهلي وأول ما الأهلي يكسب أول نادي يكسب الكونفدرالية إيه الكونفدرالية دي؟ وأول ما زي مالك سبها بقت الأهم طيب فهو السنة دي الدوري ضعيف عشان الزمالك متصدر ولا الدوري قوي ولا إيه أخباره دا سؤال مهم زي ما السؤال الأهم هو الدوري المصري في وجهة نظرك بناء على تقديل أو تقرير مزعوم من وجهة نظرك علشان الأهلي متفوق فيه فخدوا آخر خمس سنين على التوالي أو خدوا 13 مرة في الـ 16 سنة الأخيرة الـ 16 الموجعة طب هو الدوري التونسي أخباره إيه دوري التونسي الترجي البطل في آخر خمس سنين زي الأهلي الدوري التونسي ضعيف الترجي بيلعب سيمفاينال دلوقت بلاش الدوري هو عرب فعرب ضعاف وكاس العالم ضعيف يا أستاذ كاس العالم لما تفوز به ألمانيا بجدارة كاسحة مستفيدة من منتخب وطني نتاج المسابعة المحلية اللي البايرنو واخد عشرة من عشرة فيها انت استكترت على أهلي خمسة ده بايرنو مناخد عشرة من عشرة آخر خمس آخر عشر بطلات للدوري الألماني اللي بموجب وجهة نظرك المغلوطة دوري ضعيف بايرنو ميونيخ بطل الدوري الألماني آخر عشر مواسم زي ما ليوفينتوس بطل الدوري الإيطالي في التسع سنين زي ما باريس نانجيرمان بطل الدوري الفرنسي في معظم السنوات الأخيرة هل دي دوريات ضعيفة هل بنفس المعيار زي توجو وزي الجابون وزي اللي انت قلتهم مع كل الاحترام لكل الدول جيبوتي والصومال ومعرفش جبت القياس دا منين ما عرفش جبت القياس دا منين لمجرد ان الاهلي بيفوز بالبطولة فاذا خسرها الاهلي اصبحت بطولة قوية هل دا منطق يعتد بيه هل دا منطق يحترم ما احنا ما فتشناش لا في الدوري الإماراتي ولا في الدوري السعودي ولا حقائق الأمور ايه عشان يكون الاتهام للمساعدة مش عايزين نوصل المحلية الكده يعني احنا قولنا احنا ما ننكره على غيرنا مش هنعملوا احنا يعني احنا ليس من اللائق ان نتعرض لاتحادات اخرى ليس من اللائق صحيح ولكن انت ودي النقطة هو هنا ما كانش قاعد كإعلامي كان قاعد كراجل زي ما الكاو بيغزى بمعلومات مدايئة فعبر عن ضيقه ورد عليه الاستاذ ميسم بشيء من الموضوع واحنا بنتحاول معه بدون خلاف لكن بحقائق وتعالى باستمرار فتحين معك والاستاذ إبراهيم لو سمحت المعلومات دي يبعتها له ها طيب انا متأكد انه هو لما يراها ممكن يلتزم بشيء من يعني المنهجية طب وفي الداخل نبعت لمن ولا المين لا في الداخل ده أمر ما هو ده دالي جاي كله في الداخل الفرفاشة طيب يا استاذ عادل بلاش رأينا بلاش رأينا احنا منحزين للأهل لكن هو ايه سبب تفوق الأهل مش هنسأل حد في الأهل ايه رأيك هنسأل المدير الفني لنادي الزمالك اعظن ميسيو باترس كارتيرون المدير الفني للزمالك دلوقت بعد التجربة سابقة مع الأهل هو دلوقت الراجل موجود في الزمالك واللي سألته قناة الزمالك مش احنا خالص ايه سبب تفوق الأهل هل هي المسابقة الضعيفة ولا كارتيرون شايف الأهل ازاي وهو خد بالك مدرب الزمالك وفي قناة الزمالك اعتقد انت دربت برضو فريق شعبي كبير هو النادي للأهلي ووصلت معاه لنهائي أفريقيا وكان حضور جماهيري عريض ايضا اعتقد في المباريات يعني هل عاطفتك بتميل اكتر لزمالك هذا أمر مختلف الأهلي نعم هو الأهلي منظم بشكل كبير والأهلي مثل بايرن ميونيخ في ألمانيا الأهلي هو بايرن ميونيخ في ألمانيا انه آلة انه مشين هناك العمل بشكل منهاجي منظم الزمالك الأمر مختلف نعم هناك مشاكل إدارية في الزمالك ولكن هذا هو الوضع أحد أحد الأشياء التي دفعتي التي جعلتني أحب العمل في مصر هو هذا التناقض ربما طيب أستاذ براهيم عندما تتغلب الحقيقة على الأهواء تقفز من الأفواه حتى يجد كارتيرون قال كده اللي عمالي لأح كان قبل كده في كلام يدغضغ به مشاعر الجماهير عن التحكيم والتحيوزات وتكلمت هتجد الكابتن ميدو قال كده هتجد الكابتن فاروق جعفر قال كده هتجد إن كابتن حسن شحات دايما مبون كده هتجد إلى أخيره إلى أخيره إلى أخيره عندما يبتدي الحوار الموضوعي تقفز الحقيقة يا عادل هو ده هو دي الأسباب هو ده الناس لما مدرب يعني المدرب يعني عادي يقول هو طبعا حبي صلاح قالك أصل الشغف والكورة وقامل زمالك مش منظم وعنده بعض المشاكل وعدم مش عارف إيه لكن شغف الكل الأهل منظم كالآله إذن إنت عندما تكون مدربا تختار النظام ولا تختار العشوائية عندما تكون مدربا تختار المنهجية والاستقرار والمؤسسية ولا تختار الشغل كده يعني يعني أسباب النجاح عندما يحللها العلماء يروحوا مع مين يعني 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 أستاذ إبراهيم الحقيقة أن الأمور ولذلك مقابل كده بقى عشل الترويج لفكرة أن تريحني من الحقيقة وتخرجني من إطار أسباب حقيقية تؤدي إلى تفوق فتلجأ إلى بقى الغيبيات إلى الكوميديات السحر بتاع الشبراخيت إلى إلى السحر إلى الفكاهة اللي حقيقة بدأت صاحبك اللي بعد شوية مش بدأ مش دا الواحدة دا احنا شوفنا دا منهج نماذج بعضهم فنانين وبعضهم يعني مش عارفة أصنف